موسيقى يسعى المساكن مشاهدينا أطلال جديد بنطلع عليكم عبر مساء من مساءات وقريت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات مساء وقريت وكمان بنحب بكل أطلال اللي لقلنا نمسي على جنود الله في الميدان أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري وحلقتنا لهاليوم هيدعوي مننا لإلكون لم تابعتنا أنا والنجم الكبير الغالي على قلبي الأستاذ جورجيس جبارة يسعد مساك أستاذ ومساك يا رب ما ترك فيلي ولا كلمة المجاهدين يسعد مساكن إن شاء الله دائما على المحبة من التقي ودائما سوا من مضي أجمل أمسياتنا الجميلة من سهرات مساء وقريت مساء سوريا يسعد مساكن أستاذ جورجيس موضوع حلقتنا لهاليوم شو رأيك نحكي عن عالم الجمال والتشكيل والديكور شو رأيك بهذا الموضوع والله ما قصد شو رأيي هذا اللي بدنا نحكي عنه يعني شو هيك انطباع أولي لهذا الموضوع تحب الجمال ما الله خلال الجمال ما في أجمل أصلا يعني الجمال هو تكوين من رب العالمين طبعا الله جميل ويحب الجمال طبعا والفنانين اللي هلأ أنت راح ترحب فيهم إن حدا مصناع هذا الجمال أجيد من إعداد المتقدمين لهذا العام لكليتين الفنون الجميلة والعمار عن ملتقى فنانين لهم بصمتهم الإبداعية بدنا نرحب بالفنان التشكيلي رامي صابور أهلا وسهلا فيك كمان القادمة من حلب الفنان التشكيلية والمشاركة في ملتقى قافي التشكيلي خول عبد الله أهلا وسهلا فيك ننورت ومساء وقريتو وشاشة مساء وقريت وكاميرا مساء وقريت لكم فيكم ترحبوا بطريقتكم على مشاهدين أهلا وسهلا فيكم يا سعد مساكن متن ما رحبت فيكم هذا الترحيب المتواضع بقامتكم الكبيرة أهلا وسهلا فيكم نسمع خولة قبل الكل لأنه أنت ما يعرف ما يستي الرجال عن النساء غريبة يعني دائما بيقولوا النساء بالأول ما خولة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ ما لأنه جاي من حلب أهلا أهلا وسهلا فيك بالبرنامج أكيد بنوجه تحية لكل أهالينا بحلب لأنه لأنه كنت من حلب ولا من أي بقعة فأنت من سوريا طبعا وتاج من تيجان سوريا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم أكيد أهلا أهلا بيزيارة أهلا بلدئية تحية لكل سوري من كل المناطق. أنا لمست هذا الشي بها الكم يوم اللي أنا كنت فيه هون. وفعلا إنه هذا الشي بمبعث سعادة يعني أنا هذا الشي حاسي فيه فعلا. تحسي معنك بعيدة عن حلب. تماما تماما يعني حسيت هذا الشي فعلا. لا هي بعيدة عن حلب أكيد بعيدة. هون لا في كباب ولا في الأقنات الحلب هي الدشفة. صح. بس في شي بيعوض فيه جبال في البحر طبعا. 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 أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكن. هلأ رح نتحدث عن عالم الجمال والتشكيل والديكور. بدي أحكي مع رامي أبن. إنت قلت لنا لنبلش بخوضة. طبعا. إنت إلا رحبي إنتي بكما بنتبع. يلا بنبلش مع الأستاذ رامي. أهلا رامي. أهلا أستاذ جرجو الثاني. هلأ شو أصد بيت صابور. شو خلي. والله ما بعرف يعني أستاذ نزار صابور. اسم كبير. وأي شي منحكي عنه نحنا منكون أشحفنا بحقوة. أو شهادتنا مجروحة. سهير صابور فنان الضوئية. ورامي صابور حاليا. ومتل ما كنا عم نحكي تحت الهواء. الوالد كمان كان علاقة بهذا المجال الابداعي. شو قصد بيت صابور يعني. في عندهم بذرة فنية بيكون. عطونا شي. ممكن اليوناردو قريبنا. اليوناردو ده في شيء قريب منك أنا. ممكن من من السلالة نفسها نحنا. ممكن ما حدف يعرف. أنه بالأخير نحنا كل يالنا متصلين مع بعض. أكيد أكيد. هو الأهلة وسهلة فيك. هو الإبداع بالفعل. هو لا يقتصر على شخص. وما في شيء اسمه وراسي يعني. إذا ما كان حدا في عنده شيء. بالأساس ما ممكن أنه يظهر. وبجوز الصداف هي بتلعب دورها أنه يكون من عائلة واحدة. يكون فيه أشخاص. بس الأهم أنه كلهم في لهم بصمات. وهي البصمات هي بصمات سورية. وانطلقت من سوريا إلى خارج الحدود. وهذا الشيء طبعا برفع الراس. وشيء نعتس فيه. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. نورت ما سأقريت. أهلا فيك. أهلا فيك. فينا نبدأ مع أخولها. أهلا أخولها رح نحكي بالمجال اللي أنت فيه بشكل خاص. أنا اختصاصي تصوير زيتي. أنا درسة بكلية فنون جميلة تصوير زيتي. وحاليا نحن هون. دمشق حلب. لا، خريجة جامعة حلب. أنا كنت معيدة بجامعة حلب. حاليا عم بدروس بجامعة دمشق ماجستير. حاليا نحن بملتقى أغافي جديد. لكننا بدأ نحكي عنه عن هذا الملتقى وعنوان وكيف إجا هذا العنوان والمشاركات اللي كانت فيه. تمام. هلأ شو؟ شفت بتسألية ثلاث أربعة سينة سواء. لا أنت سألتين عن المجال اللي أنت فيه. أنا مختصة بيه. مختصة بيه. أغافي. 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 أنا بس بدي أسأله شغلة لا خولها. هلأ هل الفنان التشكيلي في عنده حالة اسمه اختصاص؟ ولا هي حالة أنت تخرجتي منها من الأكاديمية أنه اختصاص تصوير زيتي؟ أغافي أنت كفنانة تشكيلية عندك بحر واسع بتقدري تأخذ فيه الشيء اللي أنت بدك يا أو الحالة الإبداعية اللي أنت بتوصل إليها؟ أغافي أنت مرتبطة بشيء ما واللي اسمه هو التصوير الزيتي؟ هلأ أنا بيرأيي الفن ما بيتجزق يلي بيرستون بيقدر ينحط بيقدر يعمل أي شيء إلو فني وكل شيء بيشتغله بحياته مو بس إنه لوحة كل شيء بيشتغله بحياته فيه إلو لمسة فنية. هلأ نحن وقت تخصصنا بالكلية أنا مثلا تخصصت بالتصوير الزيتي بس هذا ما بيمنع أني أحيانا بيختر لي أنحط مثلا أشتغل شيء بالطين شكل شيء فهذا أبدا ما بيمنع بس أنا بالنهاية اختصاصي تصوير زيتي يعني أنا بفضل أنا بفضل أني أنا أشتغل بهذا المجال بس. طيب هلأ أقافي بقى بنحكي عن أقافي. بنحكي عن هذا الملتقى. بنلتقل عند الإستاذ رامي. أقافي ملتقى تحت رعاية وزارة الثقافة وزارة السياحة بإشراف مديرية الفنون بيضم عشر فنانين ستة منهم من اللازقية كونها الملتقى باللاتقية وأربعة من خارج محافظة اللاتقية طبعا. أقافي شو يعني أقافي؟ أقافي إلا قصة طويلة يعني أسطورة في هي من واحد أسطورة. أسطورة يعني بتمسنا نحن كسوريين أو لا؟ طبعا. تسمية من وين إجتت التسمية؟ بس هي أسطورة سورية عن امرأة من اللازقية وإلى يعني المهم هو تسمية لها علاقة بسوريا. ترجع من اللادئية. طبعا. بسوريا. أمم. ومندعيكم تفضلوا على الملتقى هيك. الملتقى هو محدود بزمن. الملتقى من لعشرين الشهر. أي هو يعني مدة مساء. من تسعة بالشهر لعشرين الشهر. من تسعة لعشرين الشهر. الشهر القادم. هذا الشهر. هذا الشهر. أي يعني يوم السبت. يعني بالملتقى هو عبارة عن معروضات ولا أنتو ورشة عمل. ورشة عمل. ورشة عمل ضمن الملتقى. يعني وقت تتزائر بدو يروح بشوف أنه كيف أنتو مثلا. عم تتنفذ الأعمال. عم تتنفذ الأعمال من الرسال. كله رسم؟ تماما حاليا كله رسم. نحن عشر فنانين مثل ما حكى الأستاذ رامي. كل فنان رح يعمل عملين خلال تسعة أيام يعني رح ننجز هاي الأعمال. وآخر يوم رح يتم عرضهم بنفس المكان اللي نحنا عم نشتغل فيه. وهذا بشكل عام هذا الوضع. طيب هو في موضوع معين لإله ولا؟ لا لا كل فنان حر الأسلوب وحر الموضوع وحر الاختيار بكل شيء. هلأ في سؤال أستاذة خولة هلأ أنت وقتل بترسمي وخاصة أنت بألوانك الزيتي مثل ما قلت. بترسمي من خيالي لأرسمات محددة اللوحة أنت بتنقلية بتصممي على ورق أو بعدين أنت بتنقلية؟ هلأ هو غالبا أنا هيك بعمل أنه أنا مثلا بصمم على شيء أنا بحط الفكرة بحاول أختار أقرب شكل لهذا الشيء. يعني ممكن أنا أستعين بموديل ممكن مثلا يعني أنا أنا أوه شيء بحط الفكرة وبعدين ببلش بستعين بأشياء مشان أنا أنفز هذا العمل. لأنه أنا مثلا أسلوبي بشتغل واقعي سريالي فهي الواقعية بدأ بدأ دقة. طبعا. فأنه منضطر أنه نستعين بشيء يعني إما أنه ناخد صورة أو موديل أو كذا. يعني دخلتي بالسريالية مشكلة مرة نفهم له واحدة معناتها. السريالية هي ارتباط الواقع بالخيال. يعني مختلفة بس صعب نفهم بالفكرة تبعي. إذا دخلنا بالسريالية مشكلة. هو السريالية. بدنا نرول عن سلفادور دالي مشكلة كبيرة. بس يعني بشكل عام مفهومة الرموز يعني. لا هو قولا واحدة لازم تكون مفهومة وفي حلقة سابقة نحن استضفنا أحد النحاتين. أستاذ عفيف. فحكينا على أنه مهما اتعقدت الفكرة. بالأخير إلا ما يكون في عندك أنت بعض الرؤى أو بعض الأحرف أنت تقدر تفهم منها. وإلا بالأخير إذا بدأ يكون الفن للفن بيضل بالمكاتب وما أحد يمكن يقدر يوصل له. يعني نحن لازم كفنانين نستعمل مفردات مشروحة بوسطنا يعني أو مفهومة. يعني ما فيني أنا مثلا أستعمل مفردات أوروبية مثلا. وهون يجي مثلا الشعب ما يقدر أنه يستوعب ويقرأ هذا العمل. فنحن نحاول أنه يكون قريب للمجتمع والشعب بشكل عام. بس كمان أنا بلاحظ أنه في ضعف يعني بثقافة الشعب. يعني ما لهم كثير متطلعين فهي مشكلة حقيقة. نلاحظ أنه الاهتمامات من قبل الناس لهذا النوع من الفنون أنه ضئيلة. تماما. طيبة هون لمين بتشكي لمين بتعتبي للإعلام للتلفزيون ما عم بيصلتوا الضوء على هكذا. هلأ في من هذا الشيء وكمان في مثلا من الضغر مثلا هذا الشيء ما عم بيتاخذ عنا بمدارسنا بأكاديمياتنا. يعني هو طبعا حصة الفنون بالمدارس. من وقت اللي بتذكر أنا كنيت بجوز حتى أبانا أنه حصة الفنون هي حصة تسلعية. تماما. وممكن يسكف طلاب. بأغلب الأحيان ما في استاذ للمادة يعني. تماما. يعني أنه إذا الطفل مثلا عنده موهبة بس ما في حدا عم يوجهه ما في حدا عم يأويله. فما رح يكبر هو مثلا بنظره أنه أنا إذا ما كان فنان بيكون ممكن يكون ناقد مثلا. ممكن يكون متذوق للفن. بس بهاي الحالة وقت بنمنع عنه هذا الجو فما رح يقدر يعطي أي شيء. صحيح هذا. أخيرامي بعيدا عن أغافي. هلأ أغافي أول شيء معناته عدد اللوحات المشاركة بالمعرض سيكون عشرين لوحات. عشرين عمل تقريبا. عشرين عمل تقريبا لعشر فنانين. بس كم ملخص تم انتقاء بطريقة فيها نوع من المحبة ولا لأ له علاقة بإبداع اللي موجود حاليا. لا طبعا الفكرة الأولى بمحبة طب تم الانتقاء ويعني بطريقة عن طريق عن سابق معرفة بأوحاتها. بإنتاج الفنان يعني عن سابق معرفة بإنتاج الفنان تم الانتقاء. وهو هذا الملتقى الأول ولا كان في سنوات سابقة؟ طبعا هني عملوا أول شيء ملتقى نحت بمتحف المدينة ومتحف الوطني وهلأ في ملتقى هذا التصوير حاليا. فقبل كان ملتقى نحت وهلأ ملتقى التصوير. كمان ملتقى نحت كان بنفس الطبيعة أنه في فنانين بيشتغلوا خلال فترة زمنية وآخر يوم. بالضبط وآخر يوم معرض. نفس العنوان كمان. ونفس العنوان. تماما. وكيف كانت الناس يعني كيف كان الحضور كيف كان تغطية الألمية؟ يعني كل الأمور بشكل جيد يعني منيحة بشكل جيد. طبعا نحن نتمنى كان مثلا بملتقى التصوير أن يكون في زوار من خارج الفنانين المشاركين. زوار وفنانين. ومن شان تصير حوارات ولقاءات أكتر. من شان يصير تبادل آراء. من شان يصير تبادل خبرات. بصير غنى. بصير غنى بالملتقة أكتر. ما أنه بس العشر فنانين مشاركين. طيب باقي الفنانين المشاركين. الموجودين بالمحافظة أو القريبين من المحافظة. في مجال يجوا. وتصير حوارات ولقاءات ونقاشات. فهذا هو الملتقة هيك. ما بس أنه الفنان عبيرسوم. الحوارات المقيمة تقام حوارات ولقاءات ونقاشات. بالأعمال بالأفكار بالشيء اللي عم نشوفه. يعني. طيب هلأ طبعا أنت أكاديمي كمان متن ما خوله أكاديمية. إلى أي حد بتحس أنت الفنان التشكيلي. الأكاديمية ممكن تقدم له حالات إبداعية أكتر. الخبرة لا أعرف أنه يجاوبها. لكن تصور الخبرة تأتي فيما بعد على الممارسة. طبعا إذا اتنين موهوبين. واحد دخل على كلية الفنون. واحد راح درس فرع آخر. الدخل على كلية الفنون أكيد أحسن. بدو يستفاد أكتر. لأنه أربع خمس سنوات من التواصل بالفن. بدل ما يكون عبيروح يحضر محاضرات مثلا بكلية الحقوق. عبيروح يرسم من الساعة 8 الصبح للساعة 2 بعض الظهر. ومن التنتين للستة نظرية. يعني يكون وقته خلال خمس سنوات كله عبارة عن رسم. وعبارة عن معلومات بالثقافة الفنية. ويشوف الخبرات السابقة. أساتسته يلي سابقه ويعطوه معلومات. يعني هو اختصار الزمن بخمس سنوات. بالضبط فعلا. ممكن يكون للمانه أكاديمي ممكن يطول الزمن معه. الأكاديمي أكيد أهم بالنسبة ليصير فنان بالمستقبل. وخاصة أنه شروط دائما المعهد هي شروط شوي قاسية. أنه في عنده اختبار أول بجوزه اختبار ثاني. يعني مرة ندخل بهي التفاصيل. خولها عملت شي معارض سابقة كفردية ولا كانت. معارض فردية لا معاملة. بس كل سنة أي معرض مثلا مشترك بشارك يعني بحب هيك. مقتنياتك يعني ما بتخولك تقومي بمعرض فني. بمعرض فردي ولا أنت ما فكرتي للسان. لا هو كان الوقت ضايع ما بين الدراسة وما بين أنه كنت أنا معيدة وتدريس وكذا. وهلأ حاليا أنا موفدة أنا بعدني طالبة يعني طالبة ماجستير. فالوقت شوي قليل بالنسبة إلي. بس إن شاء الله عم حضر هلأ حاليا يمكن بعد فترة أعمل معرضي الأول إن شاء الله. إن شاء الله. في إله شروط أنه يكون عدد اللوحات من يعني مانيموم وماكسيموم وللا. هذا شيء يعني بصيب الاتفاق ما بين الفنان وبين صارة العيد. وبين صارة العيد. لا أكيد من الموهبة الموهبة هي الأساس تسقل الموهبة بالدراسة. يعني ممكن مثلا عندك عشر طلاب فنون واحد يتميز وممكن التسعة يكونوا فنانين عاديين غير متقلقين بإنتاجهم يعني بإنتاجهم. فكأكيد الموهبة هي الأساس. بميزهم هلأ بيكونوا عم بيطعبوا على حالهم بيكونوا عم بيشتغلوا على حالهم ووصلوا لحد معين من الامتياز بنا نقول بس البميزهم هودة. القدرات. اختلاف القدرات بين الفنانين. في اختلاف قدرات. في فنانين متميزين بمجال بشي معين. في فنانين آخرين. فنانين بالخط أكتر. فنانين باللون. في منهم بيملكوا الخط واللون. يعني هي اختلاف بقدرات الفنان. هذا كله تابع للموهبة. طيب أنت ما بتحس بأن الأكاديمية أحيانا عبارة عن قيد. بالنسبة للفنان التشكيلي. بالسنوات الأولى أكيد. يعني أنا من الناس اللي كنت حتى بالكلية متمرد على المعلومات اللي بيطونا إياها. وعا التماثيل اللي بيحطوها والأشكال. كنت أرسم دير المرسم بعكس الموديل وأرسم. وكان مشروع التخرج هو البياني أكتر شي بالكلية. لأنه خلال كلية كانت هالأمور أنا ما كتير استسيغب. بس مشروع التخرج عندما عندك قاعة ضخمة. فيها مراسم فيها كذا لحالك تقريباً. تجيب موادك ترسم الشي اللي بتحبه. الشي اللي بتحبه. لكل حرية. عالمك. ترسم عالمك اللي بتحبه. عالمك الشايف وأنت هو الصح. ترسم خيالك أحلامك. فمشروع التخرج كان أنا بالنسبة لي كتير مهم. ملاقصة جميل جداً بالكلية. عامل معارض فردية يا رامي؟ طبعاً. عامل مجموعة معارض فردية. عدة معارض. أشتار. مرديان دمشق. إيمار. يعني مجموعة برا سوريا بأمريكا. رامي كيف عم بتروجوا لمعارضكم؟ كيف الناس عم تعرف معارضكم بما أنه في اهتمام يعني ضئيل بهذا النوع من الفن؟ والله المعرض يعني كان يقام المعرض تقام طباعة الكروت والدعوات. من قبل الصالة والفنان بده يشتغل واحي شوي على الإعلام والدعاية لأنه هي أساس أبراز إنتاج الفنان. طبعاً. 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 أما مكان يعني لازم الفنان أنا برأيي أنه يعرض بصالة عرض والمهتمين يجوا يحضرون يعني ممكن يكون هذا الشيء يعني تخصيص للفن يعني مثل ما دخل المسرح دخل على الملتقيات اللي هي الصالات الليلية دخل الشو هو عبارة عن شو استعراضي يعني من سنين أو ثلاثة بينما العرض للصح هو بيكون على خشبة المسرح تماما يعني هذا ممكن يعطي شوية تشويه لقيمة العمل الفني أنا برأيي هو العمل ما بيبين بالكافي مظبوط لا إنارة لاحط مظبوط لعرض العمل فيه إلو شروط لأني بدو صالت عرض ديكورل إلى والفضائل إلى بحيث يضيع مهيئ لاستقبال العمل وإبرازه بطريقة صحيح أحيانا بتشوفي فيه ديكورات موجودة على الحيطان قد ضبط كله بيضيع هذا بيضيع العمع متل وقت ندخل على السينما لنحضر غير ما نحضر بالتليفزيون فيلم سينما أيوة يعني بالبيت بتضيع القصة بتدخلي عصالة السينما إلى شرطة فأنت دائما نظرك بيكون مركز على الشاشة مركز على الشاشة لحتى أنت تشوفي صح التخصص بالفن التشكيلي أحيانا بتقولي عم تعملي ماجستير ومن بعدها إن شاء الله رح تعملي الدكتورات متل متل أي فروع أخرى في بحوث ممكن تعملي فيها أو دراسات عن فنانين قدامة بتقدمي فيها مشاريعك أنت ولا هو نوع من الحالة الإبداعية عندك للمشروعات ما بعرف يعني هذا أنت بتقدري تحكي فيه يعني حتى السؤال ما كثير أنا مجوز فهمت عليك أستاذ السؤال هلأ بالنسبة لأننا نحن طبعا مناخد بدنا نحط عنوان لرسالتنا أنا رسالة الماجستير مثلا رح أخذ موضوع معين وبقلب الرسالة بشكل نظري رح أنا أعمل مقارنات بين فنانين قديمين مثلا بين فنانين عرب وأجانب بين فنانين قديمين وحديثين أريد أن أربط أنا ما بين الفن اللي تقدم من قبل وما بين فكرتي الحالية يعني بتعملي مقارنة بين فنك الحالي والفن التاريخ القديم هو غالبا بيكون مقارنات يعني هاي المقارنات بتعطينا مجال أنه نحنا نقدم شي جديد يعني شي إنه نبين فيه الفروق على الأقل ضيف بصمة على السبقه يعني على الأقدم مننا بالإضافة لأنه نحنا المشروع نفسه يلي أخدينه أو العنوان الرسالة رح يترافق النظري مع مشروع عملي هو عدد من اللوحات برؤية جديدة أنا مثلا مشروعي أخدته عن الاستشراق يعني كلنا بنعرف لوحات المستشرقين وكذا بس أنا هلأ بلوحاتي اللي رح أقدمها مع هذا المشروع رح أضيف شي جديد رح أحكي عن نظرتي أنا بالمستشرقين الأجانب يلي يجوا لعنا عندهم أهداف معينة عندهم ما نجيين للفن وبس هنجيين لأنه في خطة استعمارية هي اللي عم بتوظفهم بهذا الشيء يعني بتلغط الفكر بالحالة الفنية أنه كيف جيرت الفن بالسياسة طبعا يعني هذا الشيء قليل من الناس العاديين يكونوا على دراية فيه على دراية فيه لأنه بيأخذوا الفن يعني أنا ليش بجوز شوي غمأنا بالحديث حوله إنه بيأخذوا الفن أنه ما أساك أنت عم ترسم لوحات يعني هي هاي الثقافة نحنا اللي اللي نحنا بحاجة لإلها على أنه بالأخير أنت عم تعمل شيء إليه علاقة قد يكون بحضارة بلد قد يكون إليه علاقة بسياسة وطن للمستقبل حتى وسابقا تأريق فترة معينة من الزمان وهذه المسؤولية كثيرة على الخلان حتى نحنا يعني حضارتنا بتشوفها من خلال لوحات فنية كثيرة كانت محفورة على الجدران ولا حتى كانت مرسومة بمادتين ما ما بعرف شو هي المواد بهذا كل وقت أكيد بتحكي حالي ما من خلال لوحة تاريخ طبعا السؤال اللي كنت بدي أطرحه عليكم على الأستاذ رامي من خلال التصميم والتشكيل بين الدراسة والإنجاز فيه اختلاف بين كل شيء أنتو بتعملون نظري أو أيجل عندكم أي شيء نظري أو أيجل لخيالكم أي شيء نظري إنكم تطبقوا طبعا هون بدي يكون الإبداع أنت وقت بدي يختر لك فكرة أو مثلا أنا أحيانا بيكون حابة أرسم لوحة بس ما عندي فكرة ممكن أنه في شيء ببالي أو ممكن أسمع كلمة تولدلي فكرة جديدة فهون أنت بتربطي ما بين النظري أو ما بين الكلام المحكي أو ما بين أي شيء بالصدفة وما بين أنك تقدمي بصورة فنية يعني هاي هون مسؤوليتك وهون درجة الإبداع بتظهر وهون بتظهري بصمتك بلوحتك رامي هلأ أنا يعني كيف أنا إذا نظرت للوحة معروضة بمعرض بقدر أقول أنه هاي لرامي صابور يعني البصمة الفنان بصمة الفنان تميزه بمجال معين بالفن هو اللي بيطيق هالبصمة لو ما موقع اللوحة ممكن تعرف أنه هاي لالفنان فلاني فبصمة الفنان أسلوبه روحه بيحطه بيكون روحه واحدة فهي اللي بتكون عامة على اللوحات كلها وعلى سلوبه وعلى نشاطه يعني أنت مثلا نعملت على اللون وعلى المادة وعلى الحداث أنا أحبت اللون كتير أنا بشتغل تجريد أبستركت حداثة يعني علاقة الألوان موسيقى الألوان موسيقى اللوحة التناهم بين الألوان علاقات الأنوار كلهم من الطبيعة يعني بطريقة تجريدية علاقة الفراغ مع الكتلة الفراغ اللوني مع الكتلة اللونية الوحدة فهذا هذا كله مستمد يعني من مخزون الطبيعة ومن ألوان الطبيعة الهائلة يعني والجميلة جدا أكيد بنلاحظ بكل فنان إلو علاقة وثيقة بالطبيعة من خلال الطبيعة بيستوحي لوحاته بياخد الألوان اللي الموجودة بالطبيعة بيعمل تضارب بالألوان مزيج بالألوان طبعا الطبيعة كنز لوني وكنز فني كمان الطبيعة هي أعظم فنان بس الفنان بيأخذ من الطبيعة الشي اللي بيحبه الشي اللي بيحلو الشي اللي بيشوفه أنه بيخدمه بلوحته إن كان اللون أو المساحات أولا كله موجود هذا بالطبيعة وبيعبر عنه الفنان الحديث طبعا لازم يعبر عن هالشي بطريقة حداسوية تلائم العصر فيها فكر جديد فيها بحث جديد فيها رشاط مختلف فيها أفكار حداسوية بتواكب العصر ودائقة العصر كمان أو ممكن تكون سابقة العصر أحيانا طيب المقاسات اللي بيتم فيها رسم اللوحة هي العلاقة إنه هي اعتمدت عالميا إنه في هالي المقاسات بيتم فيها الرسم ولا هي حالة عادية يعني ما إلى شرط معين فيه شي إنه اعتمدت عالميا فيه لوحات مثلا كتير مثلا عمل المتر بمتر هو عمل مريح للعين مريح للبصر كل القياسات اللي عم يشتغل فيها أغلب الفنانين هي قياسات عالمية يعني مضبوطة بحيث يطلع يقدر الفنان يعمل تكوينات فيها بشكل يعني المسافات كلها هي مسافات مدروسة بالأخير مساحات أو مساحات مدروسة طبعا فينه يخرج الواحي عنها بعرف إيه بس بالعموم بالعموم هيك بالعموم هيك هلأ البعض منشوفوا إنه بيرسوم هداك النهار ما بعرف شو كنت عمق رشي عن الفن التشكيلي إنه استعملوا مادة القهوة برسم اللوحة البعض بيستعمل القصبة البعض بيستعمل الفرشاية طبعا للدهان البعض بيستعمل السكين طيب هذي أدوات اخترقت الكلاسيك المتعرف عليه بأدوات الرسم واللي هي كانت موجودة وحالياً نحن شفناها أنه انتشرت أكتر واللي هي أبداع شخصي بالأخير هلأ هو كل فنان له أدواته يعني وبالأخير العمل الفني ما بيتقيم من أنه كيف نشغل أو شو التكنيك أو شو الأدوات بس أنه مثلاً أنا ما بشتغل بالسكينة أنا ممكن إذا أنا مسكت سكينة اشتغلت فيها ما أعطي شي بس أنا قلي فراشية خاصة مثلاً لأ في غيري مثلاً كمان الفرشاية ما بتثبط معه يعني كل واحد له أدواته يلي هي بتناسب الشي اللي هو عم يفكر فيه وبدو يقدمه فالأدوات أنا برأيي ما لأعلى أبداً يعني الأداة هي عبارة عن وسيلة برد النظر عنها وسيلة لتوصلي للهدف بصة صغيرة بدي أحكي لك يا أنا كنت أرسم فراشي بالفراشي لكن بالعاشر صف عاشر حادي عاشر ليوم من الأيام والدي عبي يحكي لي قصة صارت معه بمصر لما كان طالب إجا وفض إيطالي مشرف عليهم من إيطاليا فكان ضل أسبوع الوفد وكان يخلهم أنه أنا مستغرب أنتوا ليش ما عدت ترسموا حدا منكم بأداة السكين الرسم ومن وقتها أنا لما حكى لي هالقصة تركت الفراشي بصرت استعمل السكين لأشوف شو وفعلا كتير أنا حسيت أنه أداتي وله لا أنا بستعمل أداتي أداتي الخاصة الخاصة فيني والمريحة والمريحة والبطاطيني نتائج كويس طيب تفضلي لا تفضل أداتي لا كمدي أحكي بس في لوحات الأبعاد التلاتة هاي اللي بنفسوها على مساحات واسعة جدا هاي إلي علاقة بالفن التشكيلي ولا إلي علاقة بالفن الهندسي بالدرجة الأولى ونحن كفنانين بسوريا ووصلنا لهي الحال شيء؟ هلا ما كتير فهمت بالضبط عن شو اللي لوحات ضخمة جدا بجوز التم بهذا اللي جدارية مثلا؟ في منها جداري وفي منها أرضي بيعتمد الأبعاد التلاتة الأبعاد التلاتة مثلا ممكن يشكل لك إنهدام هلا ممكن يكون خداع بصر خداع بصر ايه؟ ايه هو أنا بظن أنه هذا ما ما كتير علاقة بالفن التشكيلي يعني ممكن يكون شيء إعلاني إعلاني شيء إعلاني عم يتخدم لشيء معين ليوصل فكرة معينة للعين فهو كتير بعيد عن الفن التشكيلي هي فيها لعبة منظور بيلعبوا لعبة منظور وظلوا نور بيطلع مثلا مثل هلا بوسط الهي فينك تعمل رسمة تبين أنه في مثلا حض رجال في شلال تحت فيصير شيء ابتكار هون فبيلعبوا على لعبة المنظور والظل والنور باللوم بيطلع عندك بواد ثالث ايه يعني هو ما إلو علاقة بالفن هو بس سؤال أنا حبيتك بفن الإعلان إلو علاقة ما إلو علاقة بالفن التشكيلي نهائية يعني بفن الإعلان أكثر من الفن التشكيلي طبعا طيب هندسة الديكور خولها منقدر نعتبر أن احنا هي من ضمن هذا الاقتصاص ولا هي إلو علاقة بالهندسة المعمارية ولا إلو علاقة بالاثنين لأنه في ربط ما بين الفن التشكيلي والهندسة المعمارية إنشئنا أبينها لأنه في مواد بالهندسة المعمارية إلو علاقة فيكم وحتى في مدرسين بهذا الكلية يعني بدرسوا من خريجين مع فنون التشكيليات فن الديكور هو فن مستقل ولا بيرتبط بمجال عملكم أنتو؟ هلأ هو يمكن اللي بيشتغل ديكور يستعين مثلا برؤية تشكيلية أما اللي بيشتغل تشكيل ما فيه يستعين برؤية حدا بيشتغل ديكور هلأ دايما الديكور طبعا فيه فن أكتر من العمارة يعني مو أنه فيه فن أكتر من العمارة بس بيحتاج لرؤية معينة تشكيلية أكتر من العمارة يعني مسلا أنا عم بيشتغل ديكور مكان لازم أنا أضبط الألوان أضبط الأبعاد أضبط الفراغ أضبط كل شيء أما بالمبنى الخارجي ما بيحتاج لهذا الشيء فأكيد هو فيه صلة وسيقة يعني ما بين الديكور وما بين الفن يعني ممكن الفنان التشكيلي يكون مهندس ديكور في يومها ممكن طبعا كلما تبقى الفنان التشكيلي ممكن يشتغل بعدة مجالات ممكن يشتغل بالأعلان ممكن يشتغل بالديكور بس مثلا اللي بيشتغل ديكور ما كتير مثلا ممكن ينحط ممكن يشتغل أعلان ممكن يرسم بس أنا برأيي أنه الفنان التشكيلي بيقدر يعمل هالأشياء لأنه الفن التشكيلي بحاجة لموهبة أكتر من هندسة الديكور والأمور التانية يعني هندسة ديكور هي أحياناً ممكن إذا حدا في عنده زوغ جمالي متزوغ جمالياً يعني إلى حداً ما أنه ما يكون مهندس ديكور أنه ممكن ينفذ ديكور أو بالأحرى يكون عنده رؤية إلى علاقة بالديكور يعني هي بعيدة تماماً هي عن اختصاص الفن التشكيل طبعاً طبعاً كم معرض إمترامي أنت؟ والله أقامت مجموعة من المعارض الخاصة والمشتركة وإن شاء الله هلأ أحاول حضر لمعارض ممكن يكون بفرنسا فلا نشوف يعني كله عالتيسية طيب هاي الجدول المعارض شو هي بالأخير؟ يعني بتعنيك انتشار وبتعنيك ريح يعني مدخول مادي ولا بس هو نوع من الانتشار؟ المعارض انتشار وتعريف المتلقي والمهتم بالفن بأعمال الفنان وبيشوف المتلقي طبعاً الأعمال ضمن صالة وسلسلة لوحات بيشوفها بطريقة صح كنا عم نحكي بهذا الموضوع أنه صالة مخصصة للأعمال الفنية فمسلا عامل ثلاثين عمال بفوت المتلقي بيشوف الأعمال بطريقة مريحة بطريقة جميلة للأعمال الأعمال بعيدة عن بعضها أخذ مساحة أخذ حدا فينو يشوف اللوحة برؤية مزبوطة فالمعرض له كتير يعني هلأ أنت مثلا تطلع تعمل المعرض بفرنسا يعني في تكلفة نقل في تكلفة إقامة طبعاً هلأ المقيمين على المعرض هني يعني برؤونه من أي تكلفة يعني حابين الشغل وإن شاء الله هيك بس الدخل المادي ممكن لا ممكن أنت تتعرف على أحد المسوقين الفن ومختنين الفن يعني بالنسبة للرعي المادية يعني باقتناء واحد من الفنان يقتني أكثر ما بده يعمل من عشر معارض دائماً المعرض ما هو للرعي المادي أنا برأي لأنه ممكن يعمل الفنان معرض ممكن يبيع ممكن ما يبيع ممكن إذا باع يبيع لوحة أو لوحتين ممكن مقتني يعني أعمال فنية مثلا باقتناء واحد يأخو عشرين عمال فالمعارض ما أنا للبيع هي للانتشار وللتعريس يعني هو عبيعرف بهالناس طيب أنت ما بتشوف أنه في خطورة أنه طبعاً بإسمك الكبير قبل كل شيء أنه أنت رايح لمكان مثل فرنسا ونحن ما عنا إعلام وموصلك لهنيك أنه أنت مينك كفنان تشكيلي أنه أنت تعمل معرض هنيك ويكون هذا المعرض على قدر المستوى الأشيئنا أم أبينا أنه في عندهم ثقافة أهم من ثقافتنا بكتير كغرب ما عم أحكي فرنسا أنا ولا عندك أنت طبعاً أنا أتمنى أنه عندك ثقة لو ما عندك ثقة أنت ما بتتجرأ وأنه تطلع تعمل معرض هنيك ولا حدا كان قالك بنا نعمل معرض بس قديش أنت بتحس أنه مهمة بالنسبة لك حتى ولو بعت لوحة وحدة أنه أنا في عندي شيء من إنتاجي أصبح موجود في بلد ما بالعالم طبعاً أنا عندي ثقة طبعاً بأعمالي وهو الشغلة مهمة الواحد أنه طبعاً أنا من قبل في إلي أعمال بفرنسا وبغير فرنسا بس الإقدام مع معرض مثل هات شغلة مهمة يعني التعريف بفنه الواحد بمكان خارج حدود وطنه خارج حدود بلده مهم شغل طبعاً ومكلف أستاذ رامي الكلفة هنا لا في القائمين على الهاتف بيتكلفلوا فيها لأن إذا بده يحسب هو إجهور النقل والأصصي طبعاً هو على فكرة الفن بشكل عام مكلف جداً إنشاء الأعمال الفنية بالنسبة لفنان مثلاً بيعتمد على أنا بيعتمد على العاطفي والجرأة باللوحة والهيب ممكن يخلص الواحد عملين باليوم فالفن بحد ذاته هو مكلف جداً يعني ممكن حتى إذا الفنان معي بيسوق مؤسسة كاملة ما تقدر تغطي تكاليف نفقات عم مؤسسة يعني مؤسسة كاملة فهو الفن بالشكل عام مكلف جداً يعني لحتى يصل أكيد أكيد خولك كيف ليك عم إسباقها ما عم أخلي يكسر كيف كيف أنت بتحددي هلأ تجارية ما نحكي وأنت قلت كلمة لأنه عفواً لو إنا تجار إبداع بدون مصاري ما في إبداع بدون مصاري أنا يعني لا أقتنع بأنه بمواد بسيطة كذا ممكن نعمل شيء إبداعي لا ما صح أنت كفنانة تشكيلية وأنت عملي معرض لإلك أو أنه هلأ أنت عم ترسميها جهزي لمعرض كيف أنت بتحددي سعر اللوحة؟ من حجمها؟ ولا من التعب اللي أنت تعبتي فيها؟ ولا من الزمن اللي أنت يصور يعني سسمتي فيها؟ ولا من الفكرة اللي بجوز أجهدتك هالفكرة وأخذت معك زمن لحتى أنت أنجستية بهذا العمل الفني؟ هلأ ما رح أحكي عن حالي بالذات بموضوع تحديد السعر لا أنا أحكي بالعموم بشكل عام أنه في كتير عوامل بتخص السعر هي من بيناتها أنه أول شيء الفنان نفسه اسمه شهرته لأنه طبعا يعني ما كل الناس أنه مثل بعض يعني صحيح ثاني شيء أنه الاتفاق مع الصالة اللي أنا بدي أعرض فيها هي الصالة كمان مكانتها ويعني وضع واسمها وكلها ووضع بهذا المجتمع هي كمان بتحدد فأنا بدي أسوي شيء متناسب طبعا هذا شيء يعني ما واحد إذا بدي يقيم عمله كل واحد بيشوف عمله هو الأفضل الأفضل والآخر يعني بتعاطف مع حاله فلا نحن تقييم اللوحة أو الأسعار غالبا ما لازم هو الفنان هو نفسه يقيم عمله أنا هيك برأيه إيه يعني هلأ أنت مثلا هاي الصالة اسمه وأعلانه وكل هاي الأمور صارت موجودة لهاي الشروط وعندك أنت لوحات كل بمقاس واحد مثلا إنه ليش هاي لوحة عشرة هاي لوحة خمسطعاش هاي لوحة تلطعاش هاي لوحة هاي لوحة هاي لوحات نفسه الفنان هلا مثلا عشر أعمال والفنان الراسمون أمام هالعشر أعمال في لوحات نفسه الفنان الراسمون لوحة معينة من اللوحات بيطلع عليها بيحس أنه ما قادر هو يحط صغرات عليها فبتكون هي اللوحة إلى قيمة أكتر من اللوحات البقية لأنه لأنه الفنان إذا رضي عن عمله بشكل كامل كمان مشكلة انتهى ما عد بقى يشتغل ففي لوحات بيطلع علي وأغلب اللوحات بيطلع علي الفنان أنه في صغرات في كذا ممكن هادي نروحها يعني نتخلى عنها أما في أعمال مثلا أنا بحكي بالنسبة لي ما بتخلى عنها موجودة عندي ما بروحها لأنه بيطلع علي أنا بعكس الأخرى اللوحات التانية أنه هادي ما عد بقدر لقي صغرة أنا عليها هي ومثلا مجموعة أعمال ثلاثة أربع أعمال فلا بحتفظ فيهم أنا لأنه العمل ما في عمل في فنانين ماتوا عالميين وكذا في صغرات بأعمالهم أكيد يعني في صغرات أما لما الواحد هو نفسه بيطلع على العمال الفنان وما بيلاقي صغرة بيحب عمله أكتر بيتمسك فيه أو بنشوف كتير من الناس عم بيعملوا نسخ للوحات وبيعها شو رأيك أستاذ رامي؟ نسخ للأعمال لعمل الفنانين يعني اللوحة بيرسمها لعمل الشهير مثلا يعني مثل موناليزا مثلا مثل موناليزا بفرما بيصورها لا أنا ضدها الشيء طبعا ضدها الشيء هذا الشيء يعني هذا ما بيعطي بقى إيميل للوحة هي اللوحة اسمها لوحة هون خروج عن الفن صار تجارة تجارة وإعلان تجارة رخيصة حتى طبعا طبعا مثل ما بنعرف أنت شغلت لوحات لأغلفة بعض الكتب وكان هاللوحة داخل الكتاب قدي أنت بتتعب على هذه اللوحة بتتعب أنت ولا تنشر هذا الكتاب ولا أنت بدك تترك بصمة خاصة بهذا الكتاب من خلال لوحتك أنت لا طبعا أنا بنفذ اللوحة بحرية تامة مثلا مثل غيرها ولوما هيك ما بتنجح للوحة لتنحطها على كتاب أكيد يعني لا بحرية تامة ومثلا مثل كأني عبرسهم لوحة بدون ما أعرف أني بدي أحطها على غلاف كتاب أو يعني هي وقت تنحط على غلاف بتنتهي هون يعني بتبدأ هون وبتنتهي هون بضبط فقط يعني هاي ما في لوحة تاني عنا يعني هي لا ما في لوحة تاني هي خصيصا لهذا الكتاب يعني في أعمال في لوحات نحطت يعني يكون مكتوب النص وكذا وينقوا عمل من الأعمال يلبق لها إنه بدنا هاي اللوحة آه يلبق للنص بضبط يعني هاي اللوحة بتصفي كمان هنا تجارية بدي أحكي أنا ملك للأصحاب يعني كان هو يجي أخذ منك اللوحة وقال لك بس أنا هاي بدي أحطها غلاف لكتاب بضبط 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 يعني هلأ من نرجع لسيرة الغلاف أنت عملت غلاف للدكتور كتاب للدكتور أسامة مفروي وهو موجود الآن بألمانة ومرجه له تحية نحكي شوي عن هذا الغلاف كيف تم موضوع الغلاف وكيف تم التعامل مع بعض طبعا دكتور أسامة صديق يعني وهو من الناس المهتمين بالفن والفنانين ومثقف وبالإضافة أنه دكتور كاتب وبيغتني لوحات تشكيلية وبيغتني من الفنانين أعمال فنية تشكيلية ومنحوتات طبعا كاتب هو نص من ضمن النص في كاتب عن امرأة نص شر ونص خير ونص جمال ونص قبح يعني بنفس الشخصية فطبعا تنفذ العمل بعد قراءة النص هذا يعني بشكل مختصر هيك امرأة وحدة في القباحة والجمال القباحة الشديدة والجمال الشديد الشر الشديد والخير الشديد فارسمنا شيء عنها طيب خولة على سيرة الإعلان أنت وقت بيجيكي حدا يعني هلأ متل ما صار مع رامي أنه هاي الفكرة أنت رسلني لوحة لألة أنت ما بتحسي حالك هوني صرتي مقيدة يعني كفكر كإبداع ما بتصيري أنت أنه خلاص بلك تشتغني ممكن هاي القصة تعملي شوية تحدي أنه أنا بالعادة أنا بولد الفكرة وأنا بصمم لها هلا حدا أعمل لك هاي الفكرة تماما ممكن أنه أنا بدي أختبر حالي أنه يا ترى أنا بقدر بعمل هيك هاي الشغلة أنا بقول هي بتحرد على الإبداع يعني ما بس كمان فيه طبعا فيه تقييد هلا أنا بفضل أني أنا تكون الفكرة لألي والتنفيذ العملي لألي بس طبعا واحد بده يستفيد أحيانا من فنه أنه هو يشتغل شيء تاني يعني هذا شيء مو غلط يعني أنا بس كنتي أوصل لاي النقطة أنه ما غلط هذا الشيء لا مو غلط يعني هذا يعد مثل ما قلت أستاذ أنه هو بس عم يأمن مثل دخل أو هيك شيء فهذا الشيء مو غلط يعني وضروري جدا لأنه نحنا بالأخير ما عنا مؤسسات راعية لهذه الثقافة نهائيا المؤسسات الراعية هي هي الجهود الشخصية طبعا وبعض الدعم بجوز يجي من أشخاص حتى ليست من مؤسسات طبعا وهي هيدي حالة ما أنا سهلة مثل مع حكا رامي أنه في كلفة كتير عالية البعض بفكر أنه شغلة تسلايا مثل نحنا الممثلين بيقول بتروب تتسلى وكذا عمله بتأخذ مصاري هو جهد كبير كثير فهو جهد وما أحد يعرف هذا الجهد إلا اللي عم يتعرف فيه طبعا حتى مثل جملائنا الفنيين اللي بيقعدوا ورا الكاميرا والصوت والمونتاج والقصصية البعض بفكر أنه هذا العمل ما في حدا من وراه في هي جهود ناس حتى موجودة ورا الكواليس مشكورة طبعا اللي عم تقدم هذا الجهد ونفس الشي بالنسبة للفن التشكيلي هلأ أستاذ قبل داركنا الوقت ورح نسأل والله رح نخلص يعني قبل ما نختم رح نتحدث عن موضوعك الخاص أو مشروعك الخاص ومشروعك العام وكمان رح نكون مع خوله هلأ بسألك سؤال بس يجيب رامي شو نبين بالسر أنت عم تشتغلي أنت وأستاذ المعد مشروعك الخاص هلأ مشروع الحياة هلأ مشاريعك بالمستقبل يعني المشاريع هي كلها بنطاق الفن واللوحات عب حاول هلأ داخل بي يعني برز عندي أسلوب جديد بالأعمال الفنية ومعجبة في النقاط فعب حاول طوره أكثر واستمر فيه إن شاء الله بالتوفيق هلأ سؤالي لعند خوله خوله هلأ مثل ما عرفنا أنه أنت جاي من حلب ورح تشاركي بملتقى أقافي فبدنا منك أكلت كفران حلب غير شيء الرتالي اللي رح ترجيها بهذا أكيد رح بنوجه تحية لكل المشاركين بهذا بهذا الملتقى ملتقى أقافي شو رسالة توجهي هلأ؟ للمشاركين؟ للمشاركين ولغير المشاركين هلأ أنا أول شي بدي أوجه عدة رسائل الملتقيات طبعا بشكل عام عدة رسائل هو أنا أصلا هون برسالة يعني أنا حاسي حالي أنه أنا عم بمثل حلب أنه أنا في شيء جايبته معي وأنه أنا لازم أحط بصمة حلب بالموضوع طبعا أنا كتير كتير انبساطت بهذا الملتقى هذه أول مرة بشارك أنا بملتقى فحسيت هيك في نسيج هيك حلو فوسي فوساء صار ما بين كلايات يعني نحن الفنانين السوريين أنا بسمع كتير ببعض الأساد زي متل أستاذ رامي شايف شغله وكذا ومعجبه كتير فيه بس أنا ما بيعرفه للاستاذ رامي يعني أنا هون هذا الملتقى عطاني مجال لأنا أتعرف على الفنانين لنتحاور لنعطي كل حدا اللي عنده شي يعطيه للفنان الثاني يعني نتبادل خبرات وهي فأنا بشكر طبعا وزارة الثقافة وزارة السياحة هي أنه هن اللي قاموا بهذا الشي لا تشكري حدا واجبوني ويعني أتاحونا فرصة يعني هي فرصة يعني هي ترفيهية هي تعريفية هي ثقافية أكيد وكمان مثل ما قلتوا يعني بيرفعوا الزائقة الفنية عند الشعب يعني كمان ولازم نكون إحنا عم نواكب الزائقة الفنية ولازم نسبق لحتى أنه يتطوروا هن نشكر وجودك خولة العبدالله فنان التشكيلية وأهلا وسهلا فيك ونوذي مساء أغاريت وأهلا وسهلا فيك الفنان التشكيلي رامي صابور وشرفت مساء أغاريت وأكيد قبل ما نختم نترحم على جميع شهدان شهداء الجيش العربي السوري والرحمة وإن شاء الله يا رب ننتصر بالوقت القريب إن شاء الله كل جندي سوري شريف هو بقلوبنا وبعيوننا وقبل ما نختم كمان اسمحوا لي كمان رحب وأشكر النجم الكبير اللي غالي على قلبي دائما لساء جورجوس الجبارة وإن شاء الله يا رب منلتقي بحلقة جديدة من مساء أغاريت إن شاء الله شكرا لإليك وشكر الله ضيوفنا والشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام مثل ما التقينا سوا على المحبة نتفارق سوا على المحبة لننتقي بسهرة جديدة من سهرات مساء أغاريت مساء سوريا تسمعوا على خير امسيناكم مسونا وعالبوا بلاقونا امسيناكم مسونا وعالبوا بلاقونا وينزق قبسوا كتير كتير متكونوا بتحبونا